موسيقى مساء الخير كيف تنظر الأديان إلى الجنس والحب هل تطورت مفاهيمها على ضوء حاجة الإنسان المعاصر وهل يتصادم الشرع واللاهوت مع نظرة الحداثة إلى حق الإنسان في الحرية الجنسية لماذا يرافق السلوك الجنسية شعور بالإثم هل يمكن مصالحة الأخلاق الدينية مع الواقع وما دور القوانين الوضعية للدول في تحقيق تلك المصالحة للنقاش أرحب بالدكتور خالد منتصر أهلا وسهلا فيك حضرتك استشاري الصحة الجنسية في مستشفى هيئة قناة السويس وحضرتك زميل تلفزيوني من موقعك كطبيب قدمت برامج حول الصحة الجنسية والنفسية شكرا لتشريفك من القاهرة دكتور أرحب أيضا بالدكتور عبدالصمد الديالمي من المغرب علم الاجتماع والأستاذ في جامعة الرباط دكتور صدر لك أكثر من 15 كتاب منها المرأة والجنس في المغرب وسوسيولوجيا الجنسانية العربية وغيرهم شكرا لتشريفك وأرحب من بيروت بالدكتور ميشيل سابع أهلا وسهلا فيك دكتور حضرتك باحث في الميتولوجيا ومفكر وتنضم إلينا بعض قليل من القاهرة الاستشارية النفسية وأستاذة الطب الجنسي والشرعي الدكتورة هيبا قطب بداية أريد أن أبدأ معك دكتور منتصر نظرة المصريين اليوم إلى الجسد إلى الجنس من أين تستمد من الدين من الثقافة من العادات والتقاليد هي الحقيقة ليس نظرة المصريين هي نظرة نقول نظرة المجتمع العربي كله نقول ببساطة وظيفة الجنس المعروفة أو التي استقر عليها علم الجنس هي الإنجاب المتعة التواصل الوظيفة الأولى مؤداة بمنتهى الإتقان في الوطن العربي مهنة الإنجاب مصانع الأطفال تعمل يا ليت كل المصانع العربية تعمل بهذا الإتقان الجميل نأتي إلى الوظيفة الثانية وهي المتعة وظيفة المتعة نقدر نقول أنها تحققت للنصف الزكر بنسبة كبيرة ولم تتحقق للنصف الآخر بنسبة كبيرة نأتي إلى الثالثة وهي التواصل أعتقد أن معظم البيوت العربية تفتقد إلى لغة الجنس كنوع من أنواع الكميونيكيشن أو التواصل المجتمع العربي كله أخرس جنسية من الممكن أن يكون الكم كبير ولكن الكيف فيه خلل شديد جدا نعم أخرس جنسيا أصدقى تقول أيضا عاطفيا عاطفيا نعم وده مصدره كثير جدا ومنها الدين ومنها العادات والتقاليد وأحيانا الدين يكون مصبوغا بالعادات والتقاليد حتى لو فيه نص من الممكن أن يكون تقدميا بعض الشيء تأخذه العادات والتقاليد وتفاسير رجال الدين إلى أرضية العادات والتقاليد مرة أخرى دكتور ديالمي يعني أنت لاقا من هذه المقدمة أنت كباحث اجتماعي عندكم تدقيق أنتوا بالدقوا وهيك فبدي نظرتك كمان أنت من المغرب العربي أنا أولا لدي تحفظ حول استعمال عبارة المجتمع العربي نعم أو المجتمع المصري أو المجتمع المغربي إلى آخر هناك مجتمعات حتى داخل كل وطن كل دولة هناك ما فينا نقول مجتمع بشكل عام لكن نحن على التليفزيون إذا سمحت في المجتمع المغربي أو في المجتمع المصري هناك طبقات اجتماعية نعم هناك مجتمعات مختلفة أغنياء فقراء حضريون قرويون متعلمون غير متعلمين إلى آخره نعم ولا يعقل أن تكون لكل هذه الفئات المختلفة نفس النظرة إلى الدين ونفس النظرة إلى الجنس وبالتالي فإن هذه النظرة تختلف بهذه الانتماءات المختلفة صحيح أن هناك من يحاول التقيد الحرفي بالنص الديني لكن هناك كذلك من يحاول التخلص والتحرر من النص الديني في مسألة تدبير الجنس وبالتالي يصعب علينا في علم الاجتماع نعم أن نقول ما هي النسبة الحقيقية التي تفكر كذا أو تمارس كذا نعم لأن هناك نقطة هامة أو الإشارة إليها ليس لنا في المجتمع العربي وأنا أقول المجتمع العربي في كل الدول العربية دراسة شاملة تمتيلية حول الجنس كسلوك أو كتفكير أو كممارسة سأسألك بعد شوي لماذا تمنع السلطات العربية هكذا دراسات لكن دكتور سبع بدأ تعليقك لو سمحت بدأ تعليقك حول المفاهيم في لبنان بشكل عام فلنبدأ من لبنان يعني في لبنان مسلمون ومسيحيون كيف هي نظرتهم إلى الجنس ومن أين هي مستمدة بشكل خاص في لبنان قول القانون مدني والدستور مدني بالأساس التأثيرات الدينية كانت محصورة من خلال المدارس ومن خلال التعاليم الدينية التي كان لها تأثير محدود عندما كان يدخل الشاب الصبية في الجامعات خصوصا في الجامعات ذات الفصحة من الحرية كالجامعة الأمريكية واليسوعية وحتى الجامعة اللبنانية لاحقا تصبح المعايير هي معايير ذاتية أكثر منها معايير دينية ولكن يمكن القول عندما بدأ هذه التيارات الدينية تشتد مع ارتباط التيارات الدينية بمفاهيم جهادية ومفاهيم ارتباطية في الدول أخرى عندها أصبحت المفاهيم الاجتماعية هي انعكاس لهذه المفاهيم الدينية نحن نعود اليوم إلى الانغلاق الديني في الفصحة الاجتماعية أكثر بكثير مما كنا في السابق يعني خلال العشرين والخمسة وعشرين سنة الماضية حدثت هناك عملية تغييرية نحو الانغلاق وليس لحوة الفصحة الحرية بدي أرجع لدكتور دايالمي دكتور بتقول أن تاريخ الجنس مر بثلاث مراحل المرحلة الأولى تميزت بالتناسق أو التطابق ما بين المعيار الديني والسلوك الجنسي المرحلة الثانية تميزت بدينية المعيار من جهة وحداثة الجنس أو مدنيته من جهة أخرى يعني الناس يعني بفكروا دينيا بس بمارسوا بشكل حديث يعني بحريات جنسية واسعة والمرحلة الثالثة المعيار الأخلاقي فيها متطابق مع السلوك وكلهما حداثيان ومدنيان بس باختصار يعني نحن اليوم أي مرحلة عم نعيش في العالم العربي رغم صعوبة التعميم نعم هذه في الواقع النظرية اقترحتها واسميتها في دراساتي الأخيرة بنظرة الانتقال الجنسي العالم العربي نعم المجتمع المغربي بالضبط يعيش مرحلة انتقال جنسي نعم أقصد بها أن هناك طور أول طبيعي يكون فيه الفكر الجنسي أو المعيار الجنسي معيارا دينيا والسلوك يكون دينيا كذلك نعم في المرحلة الثانية يظل المعيار دينيا ويتحول السلوك الجنسي إلى سلوك مدني حداتي وفي المرحلة الثالثة التي لم نبلغها بعد وبلغتها بعض الدول المتقدمة المعيار الجنسي حداتي وسلوك الجنسي حداتي ونحن ونقتراحي في العالم العربي نعيش المرحلة الثانية أي مرحلة الانتقال الجنسي التي تتسم بالتشبت المبدئي بالمعايير الدينية المنظمة للجنس لكن الواقع الجنسي والسلوك الجنسي يسيران سيرا في اتجاه آخر في اتجاه حداتي عقلان فهناك انطلاق بين المعيار الديني الذي يحرم الجنس خارج الزواج وبين السلوك الجنسي الذي يزاوج بين الجنسي وبين اللازواج فهذه هي السملة الأساسية التي أرها مناسبة لتشخيص المجتمع العربي ملاحظة إذا سمحت ردا على ما قاله الدكتور سابع نعم نعيش اليوم مرحلة نقوص تراجع نقوص فكري جنسي لكن السلوكات عكس هذا النقوص تسير في اتجاه الانفتاح والتفسر طيب بدي أسر والتفسر في السبعينيات كان العكس لو سمحت لي هلأ يعني مضطر اتوقف دكتور جملة أخيرة في السبعينيات كان العكس في السبعينيات كان هناك فكر جنسي متقدم وسلوك جنسي متحفظ اليوم نرى العكس تماما بعد الاستراحة بدي أسألك لماذا تنحاز أنت إلى الحداثة في موضوع الجنس يعني الضوابط ليست ضرورية الضوابط ودكتور يعني شو هي السلوكات الجنسية اللي بتلاحظها في العيادة عندك والمشاكل الجنسية وأسئلة أخرى للدكتورة هي بقطب تنضم إلينا في أقسام لاحقة وللدكتور سابع مشاهدينا الكرام سوف نعود الحب والجنس في الأديان في قريب جدا دكتور خالد منتصر لحظت خلال تحضير لهذه الحلقة أمرين أول شيء أن الجنس يطغى على النكات في مصر يمكن مش بس في مصر وقلت أن أغلب الصحون اللاقطة في وطنك موجهة نحو الفضائيات الإباحية التركية كيف تفسر ذلك يعني وسط مظاهر التدين وتقوص التدين وأشكال التدين الملحوظة بكسافة في مصر وفي شوارع القاهرة هي الحقيقة تبين في الأول أنها سدواجية لكن هي تمشيا مع الخط الذي ورسه هذا الطيار السلفي الذي يدعي التدين المسألة أن المرأة مفعول به هو مؤمن بهذه المسألة أن المرأة ليست لها رغبات جنسية لا تعبر عن رغبات الجنسية المفروض أنها تختن مثلا في مصر التي يصرف رجالها نص مرتباتهم على الفياجر يعني في نفس الوقت يعني دي بقى الاسدواجية الذي يصرف الرجال نص المرتب على المنشطات الجنسية وعلى أقراص الفياجر في نفس الوقت الذي يطالبون فيه بناتهم عندما يدخلون إلى ساحة الطفولة عند التسع سنين والعشر سنين أن يجروا عملية الختان لوهم في أزهانهم أن الختان يخفض الرغبة الجنسية عند المرأة وهذا غير صحيح هذا غير صحيح لأن الرغبة في المخ ولو أرادوا أن يلغوا الرغبة فليختنوا المخ أو ليقطعوا المخ أو يعملوا بترد المخ لكن الرسائل اللي وصلاهم من هذا التراث الفقهي مثلا يعني في هذا التراث الفقهي قول أن المرأة إذا باتت رافضة للجنس مع زوجها أو امتنعت عن الجنس مع زوجها باتت الملائكة تلعنها حتى الصباح وأنها لابد أن تعطي زوجها نفسها حتى ولو على ظهر بعير يعني في أي وقت إذن المسألة عندما يرغب الرجل عندما يتحسن مزاج الرجل ومود الرجل البصلة هي الرجل ولكن المرأة عندما تكون متعابة أو رافضة لقاء الجنسي يقع عليها الحد وتلعن وتؤثم بما أنك ذكرت الختان دكتور عم بتقول أيضا أنه بمصر مصر ما زالت أكبر دولة في العالم تمارس ختان الإناس اللي إنقاذهم منها الأحساس باللز الجنسي أو الرغبة الاثنان يعني رغم تدخل الدولة وانخفاض الرقم إلى 85% من المصريات اليوم يعني 85% من المصريات يتعرضن للختان النسبة حقيقة في تراجع بس ما زالت هذه النسبة مفزعة وقلت أنه من الأمور المشتركة القليلة اليوم في مصر بين الأقباط والمسلمين هو الاتفاق على ختان المرأة يعني الأقباط في مصر يجرون عملية الختان والمسلمين في مصر يجرون عملية الختان دكتور سبع يعني منبقى بإطار الإطار الاجتماعي للجنس اليوم المسيح اللبناني هل هو أكثر حداثة يعني تبنى مفاهيم غربية تحررية في العلاقات الجنسية أنت من خبرتك طبعا اللبناني الذي سافر باستمرار وعنده احتكاك وطول عمره لبنان بلد سياحي يحتك مع الغرب يعني أكيد عنده فسحة أكبر خصوصا المسيحي اللبناني عنده فسحة أكبر من غيره في القضية العلاقات الجنسية والتي تتحكم فيها أحيانا كثيرة الاقتصاد والثقافة أكثر من الدين ولكن ضمن يعني ضمن هذه النقطة بالذات في لبنان أود أن أربط بين اللي سألت حضرتك أمري شوي لماذا عندما تكون المجتمعات متزمتة دينيا تكون الفضائيات الجنسية تشاهد أكثر ويكون هناك مجلات وكتب في الواقع الإنسان العربي بشكل ما أو خلينا نقول تجاوزا يعني الإنسان العربي أو المشرقي بشكل عام عندما يريد أن يكون مع ربه ربه يأخذ تعبير دايما الغفور الرحيم طيب الله لا يغفره لازم يخطي هذا الرجل بمعنى ما لازم يشعر أنه يطلب المغفرة عن شيء طيب إذا سرق أو أتى للدولة بتقوم بحق ما هي الأحاسيس التي تخرج من إطار القوانين هذه الأحاسيسية الجنسية المرتبطة برجال الدين ورجال الدين هن اللي قيمين على أمور الله وشرحات الله وتفسير الله ورحمات الله لذلك يعني هذه هي الفسحة الوحيدة اللي يخالب فيها لا يأخذ رحمة الله هلأ مش معناه يتعمد المخالفة للرحمة ولكن أهون الشرور وأقل العقوبات التي تطالوا لذلك ينفس فيها هذه الأمور لأنه لا قد ينفس سياسيا خصوصا في المنطقة تقريبا كل الخاضعة للحكومات العربية لا يستطيع أن ينفس يعني إذا شعر بالإثم بالذنب وهو يمارس العمل الجنسي تتضاعف لذاته مثل ما ذكر بودلير عن مرودته للحنات حيث هناك بغاية يعني طبعا يعني بيشعر أنه الله رح يهتم فيه أكثر ويغفره لأنه هو خاطئ يعني في عنده حماية أكثر وكلما ازداد بكاء وكلما ازداد ندامتان وأكثر من ذلك صار مادة خام عند بعض الحركات الأصولية حتى تزدوا في أعمال انتحارية تسميها جهادية حتى توصلوا إلى المغفرة الكاملة يعني بعد الله بتوفي دكتور دايالمي على توصيف الأب سبع لسي أما الشق الأخير عندي ملاحظتان إذا سمحت ملاحظة حول الختان البنات وملاحظة حول العولمة بديئتين بشكل سريع فيما يتعلق بالخفاض أو ختان البنات يبغي أن أذكر بأن البذر الكليتوريس يعتبر قضيبا في جسد المرأة وبالتالي فهو نشاز يبغي إقصائه إزالته ومن تم تطهير أنوتة المرأة يبغي أن تبقى فقط امرأة وأن نزيل منها وعنها كل قضيب فإذا هناك عندي تطهير تطهير الجسد مما هو دكري في المرأة نعم وطبعا البذر يعتبر مصدر لذة كبيرة ومصدر إتار إذا إزالة القضيب لا تعني إزالة المتعة أو اللذة بل تعني فقط إزالة المتعة البذرية نعم أما المتعة الفرجية فإنها متعة تظل قائمة وممكنة بالنسبة للمرأة فيما تعليق بالزواجية بين التيار الأصولي والصحون أعتقد أن التقاط الأفلام البرنغرافية نعم ما رأيك؟ هذه نقطة مهمة كثير دكتور سنفصلها مع حضرتك بالقسم اللاحق مضطر اتوقف وما أعرف إذا ستكون صارت معنا دكتورة هيبة قطب من القاهرة مشاهدين الكرام سوف نهو إذا الحب والجنس في الأديان في هذه الحلقة من قريب جدا وانضمت إلينا الآن من القاهرة دكتورة هيبة قطب شكرا لتشريفك دكتور حضرتك متخصصة متخصصة في علم النفس الجنسي سيكسولوجي حضرتك أستاذ الطب الجنسي والشرعي في جامعة القاهرة قدمت ثلاث برامج على الفضائيات حول الجنس هي كلام كبير بدون رتوش وكلام كبير جدا دكتورة قطب بداية هل صار الخطاب والكلام على الجنس في الإعلام العربي والمصري أسهل اليوم منذ قبل هو أكيد أسهل اليوم في الإعلام العربي بشكل عام والإعلام العالمي كمان يعني مش بس في العربي لأنه وأنا عاوز أقول أن في أثناء ما كنت بقدم برنامجي الأول كنت بروح باستمرار بصفة أستاذ مشارك في الأمريكين أكاديمي فكنت بروح حتى المؤتمر السنوي الأكاديمية الأمريكية كنت بلاقي أن هناك حتى الزملاء اللي بيطلعوا في كلام في التليفجيون يعني عن الموضوع ده بيبقى عندهم ضوابط وممنوع يقولوا كلام معين وفي نفس الوقت أنا كنت بقول نفس الكلام ما كانش فيه مشكلة فهو كان لابد من أن حد يتقدم الصف وأنه هو خلاص يخترق أي شيء ممكن يحصل فأكيد ده بيخلي الأمور أسهل وأسهل كل شوي نعم طيب دكتور ديالمي كنت عم بتجاوبنا قبل الاستراحة على مسألة إزدواجية أن العرب يتوجهون نحو الفضائيات الإباحية بالوقت اللي مظاهر تدين شديدة بحياتهم ببيوتهم بالشارع هل هي إزدواجية هل هي فيصامية مرضية أم لا أولا أود القول أن التوجه إلى مشاهدة الصحون يشبع رغبة حقيقية لدى الشباب بالأساس وهذا الحاجة الأساسية هي الجواب على السؤال الشبقي كيف أجامع كيف أمارس الجنس هناك غياب تربية جنسية في مختلف المجتمعات العربية ولا أحد يجيب على هذا السؤال لا الأسرة ولا الأستاذ ولا الطبيب ولا الممرض ولا أي أحد وبالتالي هذا السؤال القائم يجد جوابه في مشاهدة الأفلام والقنوات الأجنبية إذن هذه المشاهدة تملأ وظيفة أساسية نعم طبعا هذا يزعج البعض وبالأساس الأصليين في المجتمعات العربية لأن مشاهدة الأفلام الإباحية ليس فقط مشاهدة تقنيات جنسية بل تشبع بقيم قيم إباحة قيم سماح قيم تتمين الجنس كجنس في حدداته وبالتالي نجد مناهضة هذا الاستهلاك لهذه الأفلام من طرف هؤلاء الناس نعم دفاعا عن هوية دفاعا عن قيم معينة دفاعا عن أخلاق أقول أنها أخلاق أبيسية أي أخلاق تناهض جنس النساء جنسانية النساء وتناهض جنسانية غير المتزوجين وتناهض جنسانية المتليين أي الأخلاق الجنسية ترفض الجنس خارج الزواج ترفض الجنس المثلي الأخلاق الأبيسية البطياركية نظام الأبوي هذه الأخلاق ضد الجنس خارج الزواج ضد المثليين وضد جنس سانية النساء كذلك ومتعة النساء ضد متعة النساء طيب هلأ برجع لك دكتور بس ست هبا قطب ما تقدمينه يعني في عياتك أو في برامجك التلفزيونية هل يستند إلى علم النفس الجنسي وعلم النفس الذي درسته في جامعة في الولايات المتحدة أم يستند إلى الشرع إلى ما يقوله الشرع هو الحقيقة أنا مش شايفة أي تعارض مبدئيا والتاني حاجة أنا ده خصوصي على فكرة مش علم نفس جنسي أنا ده خصوصي العلوم الجنسية علم النفس الجنسي هو جزء من العلوم الجنسية بالنسبة لي أنا ربما أنا بالنسبة لعلماء النفس أنا جزء من تخصصهم وهكذا فأنا طبيبة ودرست تخصص العلوم الجنسية وبيشتغل من هذا المنطلق وكل شيء بقوله بصفتي طبيبة كون في إشارة إلى ما قيل في الدين أو في الإسلام تحديدا بصفته ديني أنا شخصيا يعني عن ما يساند هذا الشيء فهو من قبيل الفخر بديني أنه هو سبق كل النظريات العلمية وأثبتها قبل ما تطلع في العلم الحديث بقرون طويلة جدا ولكن في العيادة بتاعتي أنا بستند للدين ولا لا أنا في حياتي كلها بستند للدين مش بس في العيادة بتاعتي يعني كان الدكتور ديالمي بيقول أنه الأخلاق البترياركية بتمنع الجنس خارج الزواج والجنس المثلي هو مش بس الأخلاق البترياركية هو أي ديانة سماوية خالص أي حتى ديانة ملتزمة حتى لو غير سماوية زي البوزية وما إلى ذلك بتمنع الكلام ده وحتى دلوقتي أصبح فيه اتجاه في المدارس السنوية في أمريكا وفيه موجودة على نهاية الكلام ده وفيه بعض المواقع الموجهة للشباب يعني بتنادي بالأبستنانس أو بالامتناع عن الجنس قبل الزواج وبيقولوا أنه هو عدم القيام بالعلاقة الجنسية قبل الزواج هو أكثر ضمان لعدم تفشي الأمراض المنقولة جنسيا والحمل غير المرغوب فيه وإلى آخره بعدما كان الاتجاه الأول في التسعينات بيقول أنه هو ناخد حذرنا وأنه كان الأولاد يستخدموا الواقع الزاكري والبنان يستخدموا حبوب منع الحمل نعم فإذا في الآخر إحنا هنتجه لازم للكتالوج اللي ربنا خلقنا ونزله لنا بالطريقة دي ولكن في تحفظ بس أنه طبعا في الإسلام ما فيش أي تحفظ على استمتاع المرأة إطلاقا بالعكس في نداء إلى استمتاع المرأة نعم طيب هلأ بسمع دكتور ديالمي عم بيرد عليك دكتور سبع يعني دكتور منتصر عندك شيء يعني هو الحقيقة يعني مع احترامي الشديد لكلام الدكتورة هبة إلا أني أرى العلم أولا وأرى أن الشارع في أحيان كثيرة يتعارض مع العلم وهدي أمثلة لأننا لا نبص للشرع نظرة تاريخية نبص له نظرة سابتة التي قال هينفع لكل زمان ومكان تجاوزا هدي أمثلة مثلا الفقهاء وبيدرس في الأظهر هذا الكلام ما يسمى بالحمل المستكين أن مدة الحمل من الممكن أن تظل سلاس سنوات ومن الممكن أن تظل سنتين ويقال عن الإمام مالك أنه ظل أكثر من سلاس سنوات في بطن أمه هذا الكلام كيف نفسره إذا تعارض مع العلم فالعلم طبعا أولا هذا الكلام كان خاضع لعصر لا فيه صنار ولا فيه معرفة لعدد الشهور بالضبط والوقتي علميا لا يمكن أن يستمر طفل ده المشيمة نفسها هتزبل خلاص هتجف نمرة اتنين كلام مصطلحات زي ماء الرجل وماء المرأة مصطلحات تنفع لزمان لكن ما تنفعش لدلوقتي وللأسف أن هذه الكلمات من الممكن أن تنتقل استلاحيا إلى الناس يقولك أصل الست وصلت جابة المية بتاعتها يبقى خلاص وصلت لللزة علم الصحة الجنسية والدكتورة هيبة طبعا عارفة الكلام ده أن هذه مجرد ترطيب أو تندية للمهبل تقابل الانتصاب عند الرجل يبقى ده معنى ممكن ينتقل إلى الناس بطريقة خاطئة فيه لو حصل تعارض وبيحصل تعارض ما بين الشرع وما بين العلم فأنا رأيي أن العلم أولا بالنسبة لك دكتورة قطب في حال حصل تناقض ما هو أولا العلم أو الشرع هو أنا مش فقيها وأنا مش منتصرة في العمل الشرعية علشان أقول الكلام ده ولكن اللي أنا بقوله بالضبط أنه في تخصصي كطبيبة وجدت أنه لا يوجد تعارض إطلاقا ما بين العلم والشرع ولذلك فأنا فخورة جدا بما جاء وفي المثلين اللذين قدمهما دكتور منتصر ما فيه تعارض ده برد تخصصي الحقيقة برد تخصصي أنا لا أنا فقيها فأدافع عن وجهة نظر الشرعية ولا ده تخصصي عشان أقول هو الممكن ولا مش ممكن هأقدم مثال هأقدم مثال للدكتورة هبة أعتقد أنها تعرفه حتى لو كانت غير متخصصة في الفقه ويعرفه جميع المتبحرين الملمين المان بسيط المتعة الجنسية للنساء لا مدانة مدانة كتير جدا من كتب الفقه الإسلامية زي مؤدينة في الطورة ودينة في الإنجيل الإدانة مثلا لما المثالين اللذين قلتهم أن المرأة إذا باتت رافضة للمعاشرة مع زوجها باتت الملائكة عنها حتى الصباح قالت لك هي مش متخصصة دكتور ديال إذا سمحت أنا في مسألة المتعة بالأساس صحيح أن الإسلام هو الدين السماوي الوحيد الذي يؤكد على شرعية متعة المرأة ويكلف الزوجة بإمتاع زوجته جنسيا هذا واجب عليه وحق لا لكن لماذا ليس حبا للمتعة في ذاتها أو دفاعا عن الجنس في ذاته بل هو وسيلة للإحصان إن تحقيق المتعة داخل الإطار الزوجي بالنسبة للمرأة هو طريق إحصانها أي طريق تيقن من أن الولد ولد شرعي وطريق لتمرير الأنساب والأموال بطريق صحيح هذا هو الأساس هذا هو الهدف ملاحظة أخرى حول الأخلاق البطرياركية والدين طبعا الأخلاق البطرياركية هي الإطار الأعم والأديان السماوية الثلاثة هي تمظهرات خصوصية للأخلاق الأبيسية لا تعارض بالأخلاق الدينية والأخلاق الأبيسية هناك بالعكس تكامل بينهما الأبيسية أي البطرياركية البطرياركية طبعا ما أود أن أقول طبعا التربية الجنسية تحاول تأجيل بداية النشاط الجنسي لكن لا تحاول توقيفه توقيفا كليا قبل الزواج هدفها الأساس هو توقيف النشاط الجنسي قبل سن الرشد أي قبل سن الثامنة عشرة إن بغي أن نعطي للمراهقي كل المعارف وكل القيم لكي يتوقف على الجنس قبل الرشد لكن بعض الرشد من حقه اليومانيسان الجنس ولو أنه غير متزوج وهذا حق ينص عليه ميتاق حقوق الإنسان طيب بعد الاستراحة المزيد من الأسئلة دكتور سبع لماذا قلت أنه ما من خطيئة دينية الخطيئة اجتماعية كيف تشرح ذلك وأسئلة أخرى لضيوفنا مشاهدين الكرام ابقوا معنا سوف نعود دكتور ميشيل سبع لماذا قلت خلال تحضير أنه ما من خطيئة دينية الخطيئة مفهوم اجتماعي على ما تستند ونحن نعرف سقوط آدم وحواء من الجنة في الواقع عندما أستمع إلى أساتذة واختصاصيين يعني كالضيوف الكرام يتحدثوا عن الدين والعلم ويتحدثوا عن كيفية ضبط القضايا الجنسية وكأن القضية الجنسية هي قضية تخطيط وتفكير وقضية علمية بمعنى ما أنا لا أنظر إليها ذلك ولا أعتقد أنه خلال مسار التاريخي كانت كذلك قضية الجنسية قضية مشاعر وأحاسيس وهذه الأحاسيس والمشاعر يمكن من خلال التربية الاجتماعية أن توجه وهذا التوجيه الذي يخضع إلى التحريم والتحليل من خلال التربية الاجتماعية يمكن أن تستند على دين ويمكن أن لا تستند على دين يعني كل شيء نربطه في الدين يصبح وكأنه فعلا الإنسان يعني الذي لا يؤمن بهذا الدين أو بذاك وكأنه حيوان وهو ما زال في الطور الحيواني وهذه إهانة لكل العلماء والمفكرين اللي فعلا ما قدروا فاتوا بهالمنظومات الدينية المطروحة أعتقد أنه اللي بيركز على عملية أنه كل شيء الديني والخطيئة هي خطيئة دينية وليست خطيئة بالمفهوم الاجتماعي يعني هالمجتمع ما قبل هذه الفكرة في حين آخر قد يقبلها أعتقد أنه هذا كله من صنع مؤسسات دينية وصلت إلى السلطات وأصبحت تريد أن تفرض نظاما من خلال هذه السلطات على الآخرين نعم يعني رجال الدين اللي بتحكموا بالسلطة أو الذين في السلطة السياسية يستندون على رجال الدين إن كان عند المساحيين اللي قرون طويلة يخادوا هذا الموضوع وإن كان عند المسلمين وخصوصا اليوم من واجبهم ومن حقهم ومن طبيعة تفكيرهم أنه يقولوا كل شيء خارج الدين معناته أنه هو خارج المنظومة الاجتماعية أنا أعتقد العكس تماما هلأ منرجع دكتور معك للخطيئة هل هي دينية أم اجتماعية دكتور منتصر تعليقك على النقاش يعني استكمالا للنقاش أنا أبدأ بجملة وأعتقد أننا من الممكن أن نتفق عليها أن أديان ما زالت تتكلم العبرية بمعنى التأثر بالتورات برغم أن الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي لم يذكر في نصه المقدس كلام عن تحمل حواء للخطيئة لأن الخطاب كان سنائي وسوس لهم لاثنين أخطاء هذا مفهوم الخطيئة الديني في الإسلام ولكن حواء بالنصوص الموازية لأن الدين ليس نصا مقدسا فقط للأسف نصوص الفقهاء ورجال الدين أحيانا أو أصبحت دائما أقوى من النص المقدس التفاسير للقرآن ترجع إلى التوراة في تخطيئة حواء ودائما الحواء هي الأدنى لأنها خلقت من ضلع آدم وأنها هي التي مع المسلس الملعون الحية والشيطان مع أن الحية أيضا لم تذكر في القرآن يبقى مسألة الفكر الموازي للنص المقدس هي التي فعلت ذلك تاني حاجة أنا متفق طبعا مع دكتور سبع على أن الجنس هو مشاعر وأحاسيس ولكن أحيانا يتعارض العلم مع مقولات لرجال دين أو موقف أخلاقي لرجال دين مثلا حالة الترانس سيكس ومثلا الدكتورة هبة برضو سمعت لها تصريحات عن اللي هو عايز يتحول من رجل إلى أنسة تصريحات إدانة منطلقة من هذا الموقف الديني لكن كتب العلم أقرت ما يسمى بالطراب الهوية الجنسية وطبعا بيحصل أي نوع من أنواع الفزع لما حد يطلب التحول من رجل إلى أنسة لأن الأنسة زي ما احنا قلنا مدانة وفي بروتوكول محدد علميا مش أي واحد عايز يحول نفسه من رجل إلى أنسة لا فيه يقعد قد إيه مع الطبيب النفسي ويحصل إيه وبرتوكول علمي فعندما نغلب الرأي الشرعي على الرأي العلمي من الممكن أن نجعل هذه الفئة مثلا السيد الذي تحول إلى سالي في مصر وأصبح رمزا لهذه المسألة حتى الآن ربع قرن يطالب بحقه في دخول كلية طب البنات بعد أن كان في كلية طب البنين والأظهر يرفض شو رأيك دكتورا القطب بمطارح الدكتور وكيف تنظرين إلى المسألة المتحولين جنسيا وأيضا إلى مسألة أخرى المثلية الجنسية لا الحقيقة قبل أن أجاوب على حضرتك لكن هناك نقاط صغيرة عشان المناقشة تكتمل كان الدكتور خالد في الأول قال أنه متعة المرأة مدينة في الإسلام إطلاقا هي ليست مدينة إطلاقا إطلاقا بالعكس هي شيء يدعو إليه القرآن والسنة بنصوص كثيرة جدا والدكتور خالد هو ما اختارش غير النص اللي هو بيقول أن الست لو دمتعات عن زوبها تببيت الملايين بس هو ده الساعد للأسف وفيه أمام الساعد عند الناس كويس بس إحنا كادين يعني كادين مش مسؤول عن ما يعتقده الناس أنا فرقت يعني حركت زي ما حضرتك كده بس سبني كامل أنا ما قدت تفضل حضرتك خدت برضو زي ما الناس عملوا كده أخدت من الطبق يعني نقيت حاجة بس الأسف بتسيق للصورة كلها لكن ده مش حقيقي إطلاقا والتفاثير فيها فرضية إمتاع الرجل لزوجته لأنها قد يمنعها حيائها أن تطلب هذا الاستمتاع ودكتور ديالمي أشار أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي ينادي بهذا ويدعو له ويفرض هذا على الرجل أما الهدف أنا ليس أحفظ عيد دكتور ديالمي قال أنه هو الهدف معين له علاقة بكذا وكذا هو الحقيقة الهدف مطلق لأنه لم يذكر لا في تفسير ولا في أي شيء فإذن الهدف نفسي واجتماعي ومعنوي وفيه كمان بيبعث للسعادة الزوجية دكتور بكلمة دكتور ديالمي عم بتقول الهدف مطلق يعني مش فقط لإحصان المرأة لحتى ما تخرج تمارس الجنس خارج البيت الهدف مطلق المطعة لها حق يعني ليش عم تحصروا بهدف واحد منع خيانة المرأة هذا ليس موقفي أنا هذا موقف الفقهاء قالوا لا يفعل هذا مش صحيح الفقهاء قالوا أن من وسائل تحصيل المرأة إشباعها إرضاءها جنسيا هذا ليس موقفي ولكن النص القرآني الكريم القرآن نعم لا يقول إمتاع المرأة أبدا في القرآن لا نجد هذا لا نجد هذا ما بيقول إمتاع المرأة بل يقول فما استمتعتم به أنتم من النساء يتكلم عن المتعة الرجال وليس المتعة المرأة في القرآن أود درجة إلى الخطيئة إذا فهمت لا نرجع بعدين بأقسام لاحقة خليني استفيد من الأمر صناعي مع دكتورة هبة دكتورة فيما خاص المتحولين جنسيا والمثليين والمثليات جنسيا أنت شو موقفك منهم كان سألك دكتور خالد هو طبعا هو أنا برضو دكتور خالد برضو أخذ من تصريحاتي زي ما عمل كده في الطبق الفكهة الأولاني فأخذ برضو من تصريحاتي يبدو أنه ما سمعهاش كاملة أو ما قرأهاش كاملة أنا لما سئلت عن الموضوع ده قلت لهم أن فيه حاجة اسمها وفيه حاجة اسمها اللي هو الطراب الهوية الجنسية وفيه حاجة اسمها اللي هو يبقى حد مخلوق بأعضاء زكريا وأنسوية بس واحدة فيهم بس الحقيقية والأخرى مجرد منظر وفيه حاجة اسمها اللي هو فعلا لهذا الشخص ولكنها دي حالات نادرة جدا حتى عبر التاريخ ففي الحالة دي فقط اللي ممكن نسمح بالتحول الجنسي ولكن بعده زي ما هو قال بالضبط بعد أن يخضع المتقدم لهذا الغرض لعلاج نفسي وتقييم معناوي إذن هاي النقطة متفقين علي مش متفقين لا هي بتقول تروح هير مفرداء اللي عنده أعضاء هي سمحت بذلك لا حالة سالي الصريحة الواضحة واللي أقر عليها الطب النفسي لكان عندها أعضاء مختلطة ولا أي حاجة اضطراب الهوية الجنسية يكون في المخ الدكتورة هبة مش موافقة عليه من الطلق أخلاقي يعني شخص عنده أعضاء ظاهر رجولة راجل راجل وهرمونات لا راجل وهرمونات وهيدي وليب إيد حضرتك نحن ما نوفقش عليها لأن فيه هو جي آي دي ده حاجة معروفة ولكنه في الآخر هو مرض نفسي قابل للعلاج ده أنا قلته ولو ما قبلش العلاج لو لم يقبل العلاج هو ده السؤال أحاوله جراحية يعني هو مثلا لا أحاوله جراحية هينتحر لو انتحر لو انتحر هذا الإنسان يبقى هو غير خاضع للعلاج الله يعني أنت عايزة تمشيه في المصاري يا دكتورة هبة أنه لازم يمشي مع رأيك الأخلاقي هذا الرجل سينتحر لو لم يتحول إلى أنسك أيوة ما أنت بتقولي كده لا 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 حضرتك تقولي غير خاضع للعلاج سجال أنا أقول أنه قابل للعلاج علاج شو يعني بالأدوية بالأدوية دكتور أو بالعلاج نفسي طبعا يا فندم علاج نفسي هو ده بيبقى عنده حالة الجي ايدي عبارة عن إيه عبارة عن حالة من حالات الوسواس القهري أنه فيه شيء بيبتدي يعني يتمكن منه جدا ذهنيا أنه لا ينتمي لهذا الجنس أو كارف إذا فشل العلاج حالات الوسواس القهري يتحول جراحية بعد الاستراحة بعد الاستراحة بعد الاستراحة أنت تقولين أنه المثليين والمثليات يعني بتعالجيهم نفسيا بيصيروا يحبوا الجنس المغاير بدي أعرف يعني هل فعلا علما أنه الدراسات كلها بتقول عكس ذلك دكتورة قطب وبرج على الأب سبع ومفهوم الخطيئة لماذا يقول ليس مفهوما دينيا بل مفهوم اجتماعي وما في خطيئة بالمعنى الديني مشاهدين الكرام بعد الفاصل سوف نعود إلى حلقة الحب والجنس في الأديان تابعونا سوف نعود اشتركوا في القناة